موسيقى 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 أسعد الله وقاتكم بكل خير مشاهدين الكرام إذا أغلق الشتاء وأبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي وانظر بعيداً فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني وسوف ترى الشمس كذلك عزيزي المشاهد وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغسان الشجر لتصنع لك عمراً جديداً وحلماً جديداً وكذلك قلباً جديداً اليد الوحدة لا يمكنها أن تصفق يداً بيد نستطيع تحقيق المستحيل يداً بيد يمكننا الوصول إلى النجاح فلا تكون كالجدار الصلب الذي يصد الخير عن الآخرين أو أناني تحب الانفراد بالنجاحات عن من هم بحولك فالمستقبل ليس بذكر أن أو بنكران الجميل أو إنقاص عمل إنسان قام بمد يدي العوني إليك كن صادقاً كن مخلصاً مع الجميع طيقاً أيها المشاهد بأن النجاح ليس نجاح الفرد بل نجاح المجموعة ومساء الخير يا سعيد مساء الله بالنور أكيد عايشة وهذه العبارة ما يتعلق بالمجامل نقول المساء للجميع المساء للمشاهدين المساء لفريق العمل المساء لكل من يتنفس مثل هذا الهواء النقي أكيد عايشة إذن كما تعودنا مشاهدين الكرام حديث المساء دائماً يسخر بعناوين مميزة وأولى العناوين تكريم الفائزين بكأس صاحب السمو رئيس الدولة لألعاب القوى إذن مثل ما يقولون مشاهدين دائماً مثل هذا الخبر والتقرير اللي مزهبين فريق العمل عن ما يتعلق بمثل هذه الرياضة وما يتعلق عايشة بمثل هذا التألق لأبناء مدينة خرفكان وهنا الفخر وهنا الرياضة دائماً تكون حاضرة في حلبة المنافسة وحلبة التحدي العنوان التالي مشاهدين من حديث المساء قلعة الغيل ذاكرة المكان وروح التراث إذن روح التراث حاضرة وهناك في المنطقة الشرقية تقبع الحقيقة قلاع وحصول ومربعات فيها الذاكرة وفيها التاريخ لهذه المنطقة إن كان التاريخ بحربه أو حتى بسلمه إذن العنوان التالي الدخون وعنوان الطيب الإماراتي الأصيلة عادي إذا حضر الدخون وحضر الرائحة الزكية والرائحة الطيبة ومثل ما يقولون كثير من أشوابنا وأبائنا وأجدادنا ما يتعلق بها الدخون إذا حضرت البيت ودخلت على هالنسمات الطيبة وتذكر ما يتعلق بالأمهات كل أم لها دخون معين كل أم تخلط مثل هذه يعني مكونات هذا الدخون حتى تبقى الرائحة دائما عالقة وممكن كثير بعض من يتغنون أو يكتبون الشعر وينضمون الشعر يتكلمون عن رائحة الأم الزكية أنا أقول رائحة الأم اليوم ورائحة الأجداد هي من دائما من مثل هذا الدخون ومثل هذه المكونات وحتى ترى بالمناسبة ما يتعلق بالدخون هناك من الناس من يملك سحر الكلمات هناك من الناس يعني هو عبارة عن مدخنة هو عبارة عن مبخرة تتجول بين أطراف الناس وبين فئات المجتمع تلقاه دائما كرزمة أو ما يسمى بيئة الجاذبية حاضرة من خلال كلماته من خلال نصوصة من خلال حتى سلامة إذا أقبل عليك مثلا عايشة خلت علينا بالستوديو قبل الفرنامج فسلمت علينا مجرد هذا السلام يبعث بالطمأنينة ويبعث بالحياة فاليوم موضوع الحلقة مشاهدين الكرام وكذلك عايشة ما يتعلق بسحر وقوة الكلمة وتأثيرها السلبي والإيجابي وأسمع تعليقك عايشة للكلمة سحر وأثر على النفس الحقيقة إن كانت سلبية فرح تكون تبعاتها سلبية وإن كانت إيجابية رح تنشر وتفوح منها الإيجابية وكذلك سبحان الله الكلمة الطيبة دائما تغير في النفوس يعني لو ما كنت أنت مشحون من الضيق ومشحون حتى متعصب لكن لما تسمع من طرف آخر كلمة طيبة هذا كله يذوب وهذا الجليد كله يتلاشى والله تصدقين اليوم على تقييمة على بعد الظهر مسكت الجهاز النقال وأنا يعني حامل شوي من الغضب واتصلت على أحد المنشآت ورد علي أحد اللي يعملون في قطاع ما يسمى باستقبال المكالمات وخدمة العملاء كلمات طيبة وجهها لي ذاب كل الجليد وراح مني كل هالغضب وهالزعل وهالنفور اللي كان موجود فالبعض ما شاء الله تبارك الله عليه عنده قدرة من خلال كريزمة ومخال الجاذبية اللي يمتلكها عنده قدرة على امتصاص الغضب يعني ناهيك عن ما يتعلق بقوة الكلمة وقوة البيان وقوة يعني جمال هذا الحرف وجمال هذه الجمل لكن عنده قدرة تكون أنت معصب وأحد منازعك وزعلان بمجرد يبتسم لك ويتكلم معاك كلام طيب تنتهي كل مثل هذه الكلمات سبحان الله سعيد في بعض الأماكن والمناطق الحقيقة بطبيعة أهلها لسانهم طيب يعني هي موضوع فكرة نسنع وموروثة يعني هي كتنشئة جيل كتنشئة أسرة كتربية أسرة بتحصل أن أشخاص من هذا البيت لسانهم طيب لسانهم جميل لسانهم ما شاء الله مثل ما يقولون في قالحة مثل المثل المصر اللي يقول لسانه بنقط عسل يا سلام يا سلام مش المثال هذه سجل عندك المقطع لا لا يروح من عندنا لا تسجل خلاص قلت على الهواء لكن بشكل عام هذا الطيب وهذا يعني يعني يأتي من أساس هذه العائلة لأن بالفعل عندما تنشئ أبناء أسرتك بكلام طيب كلام جميل هذا رح يروح للأطفال يتربون عليه يتربون عليه أذكر يعني دائما مثلا بعض الموجهين الأسريين يقولون دائما لا تلفظ ألفاظ سيئة جدا أمام الطفل لأن الطفل بطبيعته يخزن فأنت لما تقول كلمات جميلة دائما تثني دائما تمدح هذا رح يتخزن في العقل الباطن لدى الطفل وبطبيعته لما يكبر رح يقول الكلام جميل رح يقول الكلام طيب فلهذا السبب لازم ننتقي كلماتنا ننتقي معاني الكلمات لأن هذا الشيء رح يأثر في المستقبل رح يتخزن في عقل الباطن كذلك سعيد هناك نقطة أخرى نحن كيف نحن ممكن نتكلم بأسلوب طيب نحن في المجتمع المرتبط بطبيعتنا بسنعنا بحفاوة الاستقبال لدينا كلمات ومصطلحات جميلة لما يحليك الضيف يقول مرحبا الساعة حياك مرحبا مليون هذه الكلمات تريح الضيف مرحبا تراحي أعطني أعطني سيد ما عنديك ثقافة مصرية أنا عندي ثقافة كويتية أنا ما عندي ثقافة بالمناسبة أنت رح نتربين على بعض المشاهد الموجودة في الدراما الكويتية كون اليوم يعني الكويتيون حكومة وشعبا أكيد يحتفلون بمثل هذا اليوم ومثل هذا التاريخ إلا أنه نحن في الخليج وفي الإمارات وفي غيرها من الدول تربين على المشاهد الكويتية وحلو الكلام اللي كان يطلع منهم حياة الفهد سعاد عبدالله غيرهم من هؤلاء الممثلين كان هناك تربية للكلمات الطيبة عبد الحسين عبد الرضا الله يرحمه كذلك الكلمات اللي تطلع من عندهم كانت كلمات بسيطة إلا أنها لها أثر 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 كبير حتى حور بعد يمكن تشارك عن ما يتعلق بالأجر المترتب على هذا الكلام الطيب يعني مجرد أنك تقول كلمة طيبة أو تكون حرف واحد فأنت الآن تخزن في سجلات حسناتك الكثير من مثل هذه الصدقات والكثير من هذه الحسنات وكذلك هذا الموضوع السعيدي جرنا لموضوع آخر مثل ما ذكرت في ميزان حسنات الشخص كذلك هذا الإنسان اللي يكون عنده ثقافة الكلام الطيب ثقافة المحبة ونشر الإيجابية في كل مكان هذا الإنسان بطبيعته هو ينعكس على داخله لأنه إذا كان دائما يقول لك الشخص لما يكون هو ممتلع من الداخل بالإيجابية رح تنتشر الإيجابية للغير وكذلك الإيجابية والسعادة عدوى وكذلك السلبية عدوى فإذا كان يعني الشخص الإيجابي معك رح تنتشر الإيجابية مثل ما يقول جاور السعيد تسعد اليوم معنا سعيد نحن أنا بس أذكر المخرج ترى موجود ما زلت يعني الحمد لله إذن ننتقل إلى أخبار قبل أن تنتقل بس الكلمة اللي دائما يعني يمكن تكون مفتاح لهذه القلوب عزيزية المشاهد جزاك الله خير هي أبلغ الثناء فدائما الكلمات اللي نسمحها من شوابنا جزاك الله خير الكلمات هذه الطيب يعطيك العافية دائما هذا ما تربينا عليه وربينا عليه إن شاء الله ينتقل الأجيال وهذا التحدي من خلال هذه الزوايا ومن خلال الإعلام ننقل هذا الكلام الطيب دائما لي على الجهال الجديدة وننتقل للأخبار يا عيشة الخبر الأول مثل ما اتفقنا عندي صح؟ طبال عندك سيد ايه زين لنا مستفقنا اتفاق واليوم غيرنا الخبر الأول عندي زين بس لنا اليوم على وعد أول خبر بس نأكد الكاميرا عليه صح؟ الكاميرا عليه زين يلا إذن مشاهدين الكرام ننتقل معكم على وقع الابتسام إلى ما يتعلق بأخبارنا في مواقع التواصل الاجتماعي حاكم الشارقة ينشئ هيئة تنفيذ المبادرات وتطوير البنى التحتية أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المدلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشأن إنشاء هيئة حكومية مستقلة في الإمارة تسمى هيئة تنفيذ المبادرات وتطوير البنى التحتية في إمارة الشارقة ونص المرسوم على أن تنشأ بموجب هذا المرسوم هيئة حكومية مستقلة في إمارة الشارقة تسمى هيئة تنفيذ المبادرات وتطوير البنى التحتية في إمارة الشارقة تكون جهة حكومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ويكون لها الاستقلال المالي والإداري ويصدر قانون بتنظيم هيئة تنفيذ المبادرات وتطوير البنى التحتية في إمارة الشارقة وأهدافها واختصاصاتها وكذلك كافة شؤونها إذن مرسوم أميري بشأن هيئة تنفيذ المبادرات وتطوير البنى التحتية ونشأت هذه الهيئة وكغيرهم الهيئات التي تنبثق الحقيقة في إمارة الشارقة من أجل تحسين وإدارة الأمور في إمارة الشارقة إذن هذه هيئة تختص بأمور كثيرة كالبنى التحتية وكذلك إلى الخبر الثاني حاكم الشارقة يهنأ أمير الكويت باليوم الوطني بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وذلك بمناسبة اليوم الوطني وذكرى التحرير لبلاده كما أرسل سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح جميل هذا التآخي جميل هذا التآذر جميل هذا الألوان المشتركة دائما مع دول الخليج العربي أعتقد دولة الكويت تحتفي وكذلك تفرح بمثل هذا اليوم الوطني لدولة الكويت الكويت دائما عز فخر للخليج الكويت دائما أرى الجنود كذلك ما يتعلق بأفراح الإماراتيين في عام 1991 ذاكرة لا يمكن أن تنسى مشاهدنا الكرام إذن ننتقل معكم إلى خبرنا التالي من أخبار مواقع التواصل الاجتماعي جواهر القاسمي تطلق مشروعا مشتركا بين نماء ومفوضية اللاجئين شهدت قرينة صاحب السمو حاكم شارقة سمو الشيخ جواهر بنت محمد القاسمي رئيس مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة توقيع اتفاقية مشروع مشترك بين مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة وكذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العاصمة إسلام أباد ويأتي المشروع الذي يشرف عليه مجلس إرثي للحرف المعاصرة التابع لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة استجابة للتحديات التي يعاني منها اللاجئون في باكستان وتحديدا النساء وسيعمل على توفير مصادر دخل للنساء اللاجئات وعائلاتهم وتعزيز قدراتهم على الانتاج وستكون المنسوجات مستوحى من التراث الإماراتي وبتصميم من مجلس إرثي للحرف المعاصرة إذن هي مبادرات تخص مساعدات دولية تقامت بها القلب الكبير رسم الشيخ جواهر بنت محمد القاسمي من أجل دعم العائلات في العاصمة الباكستانية إذن مثل هذا التعاون يخلق فرص عمل وظيفية للعائلات الباكستانية وكذلك هناك منفعة أخرى من خلال إبراز الجانب التراثي من خلال المسوجات المقدمة والحرف الدوية من خلال هذه العوائل أكيد حديث المساعدة إن شاء الله بإذن الله تعالى يكون لها نصيف فيما يتعلق بتسليط الضوء على مثل هذه المرتقيات ومثل هذه المبادرات بين إمارة الشارقة وكذلك دول العالم بأسرها إذن ننتقل عيشة للخبر التالي إذن الخبر التالي سالم القاسمي يشهد انطلاق فعاليات الدورة الثانية من ملتقى ركائز برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي شهد الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم صباح اليوم الاثنين في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات انطلاق فعاليات الدورة الثانية من الملتقى ركائز والذي يقام تحت شعار قيم أصيلة ويهدف الملتقى الذي ينظمه مجلس الشارقة للتعليم إلى تعميق قيم المجتمع الأصيلة من قيم التسامح والحوار وتقبل الآخر والانفتاح على الثقافات المختلفة بين الطلبة وتعزيز القدرة التنفسية الإيجابية بين المؤسسات التعليمية بالإضافة إلى إبراز المشاريع والمبادرات المجتمعية التي تعزز القيم والسلوكيات الإيجابية السلوكيات إيجابية ربين عليها وتعلمنا كذلك من مثل هذه القيم الأصيلة القيم الأصيلة أعتقد ما يحتوي هذا الخبر لقراتها عايشة كذلك ما يتعلق بالانفتاح على الثقافات الأخرى هم يقولون عنوان بين كلمتين تحضر الأصالة وكذلك تحضر المعاصرة نعم ننتقل الخبر التالي سعيد إذن خبرنا التالي مشاهدين الكرام سلطان بن أحمد يوجه بترسيق قيم الشارقة الأصيلة في البرامج الإعلامية رفع الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة لإعلام وعضاء المدلس أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المدلس الأعلى حاكم الشارقة لإفتتاح سموه مؤخرا مبنى تلفزيون قناة الوسطى من الذيد الذي يأتي انطلاقا من دعم سموه للبيئة الإعلامية في الإمارة وحرصه كذلك في الحفاظ على المكتنزات التراثية والبيئية للمنطقة جاء ذلك مشاهدين الكرام خلال اجتماع مجلس الشارقة للإعلام الذي عقد في مسرح المجلس الشارقة برئاسة الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي ووجه الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام وأعضاء المجلس بضرورة ترسيخ قيم الإمارة ومتكزاتها الأصيلة ضمن خطط وبرامج المؤسسات الإعلامية التابعة للمجلس وفق رسالة الإعلام الهادفي والإعلام البناء إذن هي هوية صورة واضحة وضعتها مؤسسة الشارقة الإعلام أو هيئة الشارقة الإذاعة والتلفزيون من أجل خلق بيئة إعلامية صحيحة اليوم هنا في الشارقة الحقيقة نرى صورة جميلة إن كانت في الثقافة إن كانت في براز الحضارة والتاريخ وكذلك نأتي إلى الصورة المتحضرة لإعلام المتسامح لإعلام المتحضر الذي بالفعل نراه من خلال قنوات الشارقة للإعلام كذلك الموقف صراحة اللي دائما خلال السفرات نأذكر في أحد السفرات لإحدى المطارات فكلمني أحد المتواجدين واللي عازم على السفر فكان يثني على ما يتعلق بقنوات الشارقة إنها دائما تجمع بين الأصالة والمعاصر نجد الذكاء الاصطناعي لكن لا يمكن أن نتنازل على ما يتعلق بقيامنا والسنع الذي يكون حاضر من خلال باقة برامجية متنوعة هذا أعتقد دائما من توجيهات القائمين على مجلس الشارقة للإعلام بتمثيل رئيس هذا المجلس الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي وكذلك ما يتعلق بالقائمين على هذا المجلس إذن الخبر التالي بلدية الشارقة تعزز ثقافة إعادة التدوير بأياد مبتكرة افتتح سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة معرضا للمشاريع الابتكارية والمشغولات الحرفية بعنوان أياد مبتكرة في المبنى الرئيسي للبلدية وتضمن المعرض العديد من المشاريع والمشغولات المتميزة والتي أنجزها موظف البلدية المبتكرون باستخدام مواد معاد تدويرها وتشكيل مجسمات وأشكال هندسية جميلة وأكد سعادة ثابت سالم الطريفي أن الهدف من المعرض هو توفير بيئة عمل مستدامة ونشر الوعي بأهمية البيئة حيث تولي البلدية اهتماما كبيرا في المحافظة عليها والاستغلال الأمثل لمواردها وخصوصا المواد القابلة للتدوير وترسيخ ثقافة الابتكار وذكر الطريفي أن المعرض من تنظيم إدارتي النقليات والخدمات البيئية والزراعة والحدائق ولعرض المشاريع الابتكارية والتحف الفنية المصنعة من مواد مستهلكة كالإطارات وجذوع والأسجار والأوراق وغيرها وأوضح المهندس حميد البنى مدير إدارة النقليات أن الإدارة تعمل بشكل مستمر على استغلال قطع الغيار أو قطع غيار السيارات بشكل صديق للبيئة من خلال إعادة تدويرها وتصنيع مواد قابلة للاستخدام وأفادت وصال جاسم حبش مديرة إدارة الخدمات البيئية أنه تم عرض شتلات تمت زراعتها في جذوع الأشجار ومجسمات معاد تدويرها وتم تحويلها إلى عربات نقل أو حاويات وذلك ضمن جهود البلدية في المحافظة على البيئة وتحقيق الاستدامة جميل هذه الاستدامة كذلك الجميل مثلا هذا التألق من قبل بلدية مدينة الشارقة والحرص على ما يتعلق بشهر الابتكار شهر فبراير معترف لدينا وذكرة متجددة ذكرة متجددة فيما يتعلق بالابتكار أعتقد هذه أحد صور الابتكار التي نهجتها أحد مؤسسات ودوائر حكومة الشارقة نعم إذن كذلك مشاهدين معنا كثير مما يتعلق باليوم التراثي واليوم التاريخي إلا أن دائما نسلط الضوء على عدد من هذه الملفات المتعلقة بالمنطقة الشرقية مشاهدين الكرام نظم نادي خرفكان للمعاقين حفلا لتكريم الفائزين بكأس صاحب السمو رئيس الدولة لألعاب القوى وذلك بمشاركة مختلف أندية ذوي العياقة المزيد من التفاصيل حولها الدين الاحتفالية نتابع التقرير التالي نظم نادي خرفكان للمعاقين حفلا لتكريم الحاصلين على كأس صاحب السمو رئيس الدولة لألعاب القوى بمشاركة جميع أندية المعاقين حيث استطاع أبطال خرفكان مواصلة مسيرة التميز والاحتفاظ بالكأس الأغلى على مستوى رياضة أصحاب الهمم في الدولة وللعام الثاني على التوالي حضر حفل التكريم عدد من مسؤولي وموظف الدوائر والجهات الحكومية والمؤسسات كفلين بكأس سيدي صاحب السمو رئيس الدولة أعتقد الفرحة اليوم لأهالي خرفكان جميعا ومن هذا المحفل وحضورها العالم ما شاء الله اليوم أهدي هذا الكأس لسيدي صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسمي نصير المعاقين كل الفضل والشكر والتقدير والاحترام لهذا الرجل الذي أهدأ أبنائه هذا الصرح الرياضي الكبير والإنجازات ولله الحمد بدأت تتحقق إنجاز مع إنجاز يأتي الحفل تزامنا مع استلاب المقر الجديد للنادي فقد أنشئ بمكرمة سخية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة والذي استهل أولى فعالياته بمقر النادي الجديد بتنظيم كبير لتكريم أبنائه من اللاعبين والمدربين من أصحاب الإنجازات المشهودة في مختلف الرياضات وأبلغ عددهم نحو تسعين لاعباً ولاعباً من متحد الإعاقة ممن نجحوا في تحقيق مراكز متقدمة في مختلف المنافسات الرياضية اليوم نحن أحرسنا كأس رئيس الدولة لإلعاب القوة بتكاتف الجميع نهدي هذا الإنجاز إلى أبونا الدكتور الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي نصير المعاقين وإن شاء الله أنه راح نكثر إن شاء الله هالسنة في كأسين إن شاء الله له كأس الأثقال وكأس السلة بإذن الله تعالى الكأس ما جاء من فراغ من خطط وضعها مدرب بتعاون مع الإدارة حتى وصلنا إلى اللي نحن فيه ومثل ما قلت أن هذا الكأس للسنة الثانية على التوالي يحصدنا نادي خرفة كان وإن شاء الله الأفضل قادم بإذن الله تعالى يسهم الحفل بإبراز قدرات هؤلاء اللاعبين المتميزين الذين رفعوا اسم الدولة وجعلوا رايتها عالية خفاقة في كافة المنافسات الرياضية والمحافل الدولية نتمنى التوفيق للمشاركين في هذه البطولة إذن دائما نعرض في حديث المساء تحف تاريخية وكذلك قلاع تقبع في المنطقة الشرقية واليوم قلعة الغيل واحدة من القلاع التاريخية الشهيرة في الساحل الشرقي بنيت القلعة في عام 1903 ميلاديا تقريبا في عهد الشيخ سعيد بن حمد القاسمي الذي كان يحكم كلبا وتم ترميمها عام 2001 وبناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكمي إمارة الشارقة وقد أصبحت معلما سياحيا وثقافيا ذا بعد تاريخي وأثري وسنتعرف أكثر على هذه القلعة من خلال هذا التقرير فلنتابع حياكم الله ويا مرحبا بكم متابعين برنامج حديث المساء اليوم بنتعرف على أقدم القلاع الأثرية في المنطقة الشرقية والبارزة في مدينة كلبة قلعة الغيل الذي يناحز عمرها أكثر من 200 عام مشاهدينا فناخذ جولة في هذا المكان الأثري خلكم ويانا بنية القلعة على ثلة عالية يصل ارتفاعها حوالي 17 متر وشيد هذا الصرح الأثري بأحد الشيخ سعيد بن أحمد القاسمي الذي كان يحكم مدينة كلبة موقع القلعة يجعلها مهمة دفاعياً إنها كانت تسيطر على الساحل الشرقي للخليج من حيث التأمين والمراقبة إنها قلعة دفاعية عن الحدود البرية والبحرية ترجمة نانسي قنقر شاهدين تم ترميم القلعة بالشكل القديم جوجهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة ليصبح معلماً سياحياً وثقافياً ذات بعد تاريخي وأثري إلى اللقاء اشتركوا في القناة إذن زميل محمد نقبي له كل الشكر على هذه الفقرة الرائعة جداً صراحة يوم عن يوم يتحفنا بأماكن ومكان جميلة في المنطقة الشرقية كل الشكر لمحمد لأن بالفعل يوم عرض لنا قلعة الغيل بجمالية رائعة بتصوير رائع جداً كل الشكر لك يا محمد أكيد شكر لمحمد على المحتوى وكذلك على ما يتعلق بالأدايا متمنى دائماً تألق مراسلين في قناة الشرقية لتصوير هذه الزوايا التراثية وكثير من مناحي الحياة إذن أكيد كنت أقول لك قبل شوي ما يتعلق بالدخون وريح الطيبة اللي دائماً ما تكون زكاة مثل ما يقولون للعلاقة الطيبة وكذلك ما يتعلق بتنشيط هذه الروائح الزكية مشاهدنا الكرام روائح الدخون هوية وميراث التقاليد وذكريات يغلفها الحنين المعطر بلحظاتها التي لا تنسى ولطالما اتسمت خلطتها بسرية في مكوناتها الإضافية والتي تميز أهل كل منزل إماراتي فيها السابق ويعرفون كذلك أصحاب هذه الريحة الطيبة عند خروجهم من المنزل أكيد نتعرف مشاهدين على ما يتعلق بهذه الصناعة من خلال التقرير التالي فلنتابع من المتعارف أن الخليجيين بشكل عام يعشقون البخور ودهن العود والعطور المركزة بشكل كبير لذا نشهد إقبالاً دائماً على العود وخلطاته ودهنه المركز أي روح العود فهو يبقى في المقام الأول من جهة الإقبال يعيش أهل الإمارات مع عشق العود والبخور والطيب حكاية فالعود يسكم الذاكرة ويتغلغل فيها ويمثل الضيفة الدائمة على مائدة الأعياد والمناسبات المختلفة وتعتبر هذه العادة متوارثة عن الأجداد تعبر عن كرم الطيافة وحسن الاستقبال ومظهراً من مظاهر الأناقة والوجهة والفخامة وتكاد تختلط رائحته بالجدران البيوت والملابس والأثاث والمفارش وهو عنوان وترف ودلال ومحبة داب الإماراتيون والخليجيون على البحث عن أجود أنواع العود والبخور سواء من المحال الكبيرة المعروفة أو من خلال إنساء الأسر المنتجة التي برعت في تصنيعه وأصبحت بضاعتهن مطلوبة من طرف الزبأ والتي يزيد الطلب عليها خلال الأعياد والمناسبات إذن بعد ما تعرفنا على الدخون أو البخور بشكل عام الحقيقة كانت سعيد يسألني بفوقت التقرير كيف يسوون الدخون عطينا المتونات كونك مرأة ومهتمة بمثل الروائح الطيبة فخن يعني نطلع السادة المشاهدين قلت قبل شوي ما يتعلق بي العود وينطحن وينحط عليها أشياء ظهر عندك ماركة تبيعين لا 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 أبيع ولا عندي شيء لكن بشكل عام معروف هذا الشيء إنه مثلا كيف نصنع الدخون أو البخور بشكل عام تكون في بودرة العود تسمى عندنا محليا سحالة العود ينطحن العود الخشب وبعد الطحن ينمزج معها العنبر المزك أنواع معينة من العطوة على حسب الدوء كل واحدة تكون عندها صورة عندها خلطة سرية خاصة فيها وتتميز في دخونها من بيت لبيت طبعا هذه الأمور كلها راح تفيدنا فيها الوالدة آمنة بعدين إن شاء الله لكن في حلقتنا هذا اليوم دائما الجانب التراثي حاضر ويوم الأثنين نركز على جوانب خاصة في المجتمع الإماراتي والموروث الإماراتي وعلى مر التاريخ كانت للمرأة الإماراتية إسهاماتها الواضحة في مجتمعها في مختلف المجالات إذ لم يقتصر دورها على رعاية أطفالها وأسرتها داخل البيت فقط لكنها كانت تسهم في النشاط الاقتصادي في مجتمعها على بساطته قبل اكتشاف النفط أو في فترة ازدهار مهنة التجارة تجارة اللؤلؤ في الخليج العربي هذه المهنة التي جعلت معظم الرجال يخرجون خلال موسم صيد اللؤلؤ لقضاء فترات طويلة من الزمن في عرض البحر وللغوص والبحث عن اللؤلؤ وخلال موسم الغوص كانت النساء تقدم نموذج مميزا في رعاية ودعم عائلاتهن وتوفير احتياجاتهن من خلال ممارسة التجارة والزراعة والحديث أكثر عن دور المرأة الإماراتية في تلك الفترة يسعدنا بأن صديق في الستوديو الوالدة مريم عيسى البلوشي حياة الله معانا الوالدة مريم أمن عيسى أمن عيسى سمحين الوالدة يا مرحبا والدت سعيدين بحضورك الذكرين الآن بالتاريخ الجميل وبالذكرين بالذكريات اللي عمرهم أتنسى شكرا فخلنا نقول الآن ونطلع السادة المشاهدين والدتنا آمنة ونتكلموا إياهم ونخبرهم عما يتعلق بذكريات المرأة الإماراتية شو كانت تسويه المرأة إذا الريال سافر عن مال أول يسافروا ريال صح لا لا يسافروا لكويت يسافروا السعودية أول ما أبو عيالي سافر لكويت وقابوا يأبوا لينا الذهب ما شاء الله يأبوا لينا تتنمي منه اللي نحن ما شاء الله تتنمي فيه وستوى بسطة بسطة تعرف بسطة؟ يعني يودوا ييبوا ييب سامان لأي حد ها كله باللنشات يكون رايحين السامان في اللنش ويب طيارة ييب كل شي لهم كل من يوصيه يجيب معه على الغرب ويطرشوا لحريمهم لنهلهم لنهلهم نزيل هو عدا ييب بسطة استوى تعرف بسطة سعيد البسطة هي البريد فهو يعني كأن البريد البحري ها شاء البسطة يسمونه لوليه ما البريد لا؟ هي البريد ويبوا عد يعطوهم ويبوا ها ما طرشوا شي عيالنا قالوا كيلا الله مطرشين لكم لك السامان في البحر يعني في اللنش وهو وقت على ما يوصل لأصحاب الأمانة ييبوا في الباخرة وهو رحي طيارة هي وحدا منهم يسير السعودية هي مسير السعودية يسافروا تموا سنة سنتين ثلاث أربع ما يولينا هل عيالهم وما يولينا وحنا انتم بيت ريائينا هي عندهلنا عندهلنا هنو حريم حميانا انتم بيت ريائينا ريائينا يسافروا ما نصير مكان عندنا عيال من يلسوا البيت مبل الباقيين لا وهذا يوم اللي يسافروا مع سعودية تيبهم استفارة اللي تموا سنة و سنتين تيبهم استفارة هاي مزيد نينيوا يالله يالله يقلعوهم نينيوا ما ينتم بسنتين ثلاث عن عيالكم حريمكم تعالوا هلا لا أنا يصير عيالي بسطة يودي وييب لكن أمي آمنة يعني في هاي الفترة اللي الزوج مموجود والأم والحرمة في البيت موجودين موجودين تربي العيال والداري أمورهم في هذه الأمور كيف كنتوا تمشون أموركم و تديرون أموركم و تسيرون نحن نحن في البيت نجمعي في البيت كلكم نطبخ و نغسل و نسوي و هذا و هناك كل العيال الحمد لله الحمد لله الحمد لله ما نضاربوا يا حريم لحمية ولا شيء أحد منهم حريم لحمية يضاربوا أنا و أمرت حمية ما قطي يوم وحدة الحمد لله لأن هل ما توصف اللنش ما تسافر إلا حريم لحمية لا لا يضاربوا نحن ما نضارب سافر من اللج اللبنين ما سافر من اللج هو مثل إذا لم يحضر لا أقول شيئا خالق يقول لك مركب العدائل مشى و حريم الحميان طبع والله كنت صادقة صادقة إلا أنا و أمرت حمية مرة نحن بسامة ملياري الحمد لله عيالي و عيالي و عيالي و عيالها كلكم بيت واحد بيت واحد و القلوب مشتركة الحمد لله و الكل علاقاتهم يرمس بالخير و النفاح و نشترك و نأكل و نشرب و الحمد لله رب العالم و الريايل عندنا هو الكويت لك أن يعرفوا أنه عندنا حريم يحاسبوا علينا يحاسبوا أنه عندهم عيال حريم لا يتسي تيت ولا شيء لا هاي اللي يتسي تيت يبوهم سفارة يبوهم به يبوهم سفارة إلينا يجو هذا ربعنا يبوهم سفارة أربع خمسة كلها بيتم سفارة ماشا الله كان يقولون الوالدة آمنة المرأة عن مئة ريال و مثل هال يعني المورثات اللي دائما نسمحها و الى الآن يعني يقولون هذه المرأة عن ألف رجل فشو الأدوار اللي كانت تقوم فيها المرأة أنت و غيرت ما شاء الله اللي تقوم بيامنا أنا يعني غبرت ماعني زفنت يديت النخل نخلة اللي راحبت أنا تقول عمود كهرباء و يد عيالي ما صدق بصحة و عافية هي و قال أبوي يلين عمتي و يلين بنت أخوش لا بس يتركب النخلة هالأوداء ما دين لي جوزها بيتنازع بيقول خليتهم الله يحفظ الله يحفظ قلت لي عمي لا تخاف علي ما بطيح إن شاء الله المخرافة هذا معلقة مخرافة في الإيدين معلقة و أيد روحي أشغل مقينة أبدل آيل أبدل ديزل قل شي مرة الحمد لله ماشا الله وأسقي وسوق السح البدوان يأخذ السح أنا قص الصبة ماشا الله و يدي الأيان يصير الدكان يوم عندنا في المحطة يصير الدكان وأنا قص الصبة حق البدوان حتى البدوان لين مدرس 4 سنين 5 سنين يشوفوني أسلام عليش الحاية كليا مرتي و سأشكري يكتهم قينعا ما شاء الله عليش حاجب خي قلتهم الحمد لله طيبة يطيب أيها يقول لنا عيال حريبهم والله نقول نسوا لشكري الحي لشكري حرمة والله عن عشرة ريائي احنا قلنا مية و قلنا ألف عن ألف ريال يقول القص علينا الصبة توزن علينا السح ماشا الله أنا أوزن عليهم السح و قص عليهم السح هذا كم هاي وزنه 3 ريال يوم زمن 3 ريال هاي بكمبة هاي وزنه 3 ريال الظرف ايش الوزنتين ثلاث الظرف ما للسح مزيد خيطون سفة حنتين للضرف ماشا الله عليك هاي بسفة هاي بكوناك الصخوص و هاي بسوية خصها بسفة أنتم كنتم والدتنا الكريمة كنتم بصحة و عافية هي و هي حبيبي ممثل بنات اليوم نعم نعم شو الأكلات اللي تأكلونها شو الاعتناع بالصحة ما كان فيها تقبيل حطب عراسنا يعني بنا من النخل والميناوي هنا حبيبي ميناوي هنا الحين خلي يسويوا كده الحين خلي يسويوا كده البلاد اسمعي يا عيش ارجع عليه سوي كده يا عيش انروم إن شاء الله انروم إن شاء الله بميامنا و هالدة ما يرومون هي نعم نعم كل شي حبيبي أكلات ماشا الله كل شي نعم ماشا الله ما لأت عاينة بقروس لا ببلاليط لا بخبيس لا بهريس لا بعرسية لا بول كل شي الحمد لله و كميات يعني كميات حنا يوم بنات يوم بنات يوم بنات هل نعلمونا و أنا من علمتني أمي قالت أمان أنت باقي بتعرسي ليأخذ شرين نزينه بس يتبع رايش بقولي الله هيا قهوة حرمت يوان تعالى سوي الحمد لله رب العالمين ما شك علي أي واحد ماشا الله إلينا الحين بنمط تشك علينا ماشا الله الحمد لله هي والله نزين يا الله الحمد لله يا رب العالمين ما خلينا شي ما سوينا كل شي الحمد لله الحمد لله وين عهد البيوت المحطة وين الغرب كنت تمشون مسافات طويلة يا أبو تمشون مسافات طويلة يعني أبو كم دقيقة و كم ساعة و كم و نأخذ هل أنت ودي هنا النخل و نبودهم ترعونها نبودهم نربطهم و ردينا عنهم و على الأسف سلنا يبناهم و نصير نزور نشوفهم محتاسات نصبهم ماء ما شاء الله أمي آمنة و نتحول لنخل نسوق القشار فتح القيض نقلي خاله و سوينا أي نقلة ماشي نبياش فراش النقلة نقلة الفراش اللي هي على الراس و الدياي اللي يبتشل كيس الدياي و اللي يبتشل مناوي عراسة مناوي تحت حيبتة و اللي يبتشل الحصير في فراش مرانية صلى مطار و حل شي ما شاء الله باكر منهم و يتحول فلانيين سوي خليم شووليين نقلة باكر أنا و إياهم بنصير نساعدهم بنصير شل نقلة خالوت شاني سمعت أنه لما تصير ها النقلة من المكان لين القيض يكون في الفترة هاي تغنون شيء تقولون كلام ولا ما يكون في شيء لا لا ما يغني ما يغني ما يغني ما يذكر لا 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 ما أحد يقول شما عادي تنقلوا وتروحوا نسالين محطين مسوين ماقلين شاردين أو العرشان بسول العرشان الصيام قدام العريش الصيام قدام العريش وهو بالصيام سبلة معلق الميناي ومعلقه بأخرافة لرطب الله الصيام الحمد لله رب العالمين طيب شلون رد الريال من سفرتها ورد منها السفر بالسنين شلون الحرمة تستقبلها شلون يعني تخفف الضغوط اللي بكن يعيشها نحن نايش عنا نحن يعني يعني أول يوم يقبل عليكم مش تقولوا ولا تشكرون على تعبا تقولوا والأول يوم يصير مش تكو عليهم الرياهين نعم ريالي سايد من سنتين ريالي سايد من سنة ما يعطيني ما أدري ويش وليحن لرب العالمين نحن لا الحمد لله نحن لبي ما نصيبه الناس اللي يسويه حتى للحين للحين نحن ما نصويش طيب للطيب هذا من مشيام عيال الإمارات وعيال المنطقة ما شاء الله عليهم يروحون لمصدر الرزق كانوا ومصدر العيش فلهذا سبير رادين أعساسنا يطعمون عيالهم وهلهم أول تانا قدام العرشان نطبخ هذا الدياي هذا الهوش هاي الخريقة كرمت ينتزهب العرشان ونحن نطبخ قدأ تحت الغافة تحت الغافة نطبخ قدينا وخلصوا هنا وذهبت العرشان ساقينا لقشار العرشان رززهم منك وديدة حق الهوش علقوهن والله الحين près الحين ماشي الحين خالوا الدياي فالثلاجة الحين نفق مليه حين على الفلاجة مش الحين myth والله الحمد لله رب العالمين أحل أننا نعيد الحين ونحاطي الأيال ننحاطي عيالنا ونحاطي بيوتنا حين نعم نحاطي عيالنا ونحاطي بيوتنا ونقصين هنا أذن عمرنا لا احترمي عمرنا ونفسنا الحمد للهtopuy ما شاء الله دائما ذكرنا الماضي القديم وايام قبل الوالدة آمنة دائما يذكرون بين الفريج الواحد بين البيوت الوحدة نوع التواصل اللي كان بكم خبريني خليني نعيش معك الزمن الجميل شيوخنا لا شيوخنا عندهم بوش عندهم بوش شيوخنا الحاج أقول الولاد وعندهم عامد يشتري القيضة من عندنا للبوش يشتري القيضة من عندنا للبوش يمزل قواردي والريال مالغيل طب بعد حي الحمد الله الحمد لله رب العالمين ذكريات جميلة ما تنسي ما تنسي أنا ما أنسي أي شيء ما شاء الله تخبرون عيالكم وبناتكم تقولون مهالتصرس ومهالتصرس والكرب والنخل نراويهم وقلي بشوفوا بها الكرب والحنا نطبخ بها نقبر بها المغبرة جزء من النخلة هذا نقبر بها وقليهم هذا نطبخ بها نظر النخل هاي النخلة ندها نحن لدينا نخل ورا البيت نظر العيالي سينوا يرودوا ومهالنخل نصبها قلت لهم أنا أنا بأتنا بدي ما شاء الله حتى وقم الله يرحمه الله يرحمه أمنا هذا نقبر بها يوسف هذا النخل نخيلتي زرعت لنا ورا البيت ما شاء الله 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 يقول الله يطول عمرك والدك الله يطول عمرك على الطاعة هي مسكي حطبت الدرئ كل أطبها من دينا أنا خرفت لنا ما شاء الله حط الدرئة أركب أنا أركب النخل أروحي أخرف أسوي كل شي مرة الحمد لله بالعالمين الحمد لله نخل عودة بسماية الغاشمية نخل أشكالي الغاشمية بسماية ما شاء الله هي نعم الحمد لله أي يوم الفجارة من خرفقان يرونوا الوديان اللي فيها يوم تيها الوديان مرة توتزي توتزي نعم من الوديان يشوفوا ما شاء الله يدوروا على البنون البنون ستة سبعة خطوط البنون فيها ويزاقلوا سنشوف الوديان سنشوف الوديان والوديان تينا في الليل يسيروا لبه في نارة يشلوا في نارة الفنر يشوفوا لهم خي ممزورة 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 مشاء الله حين لماشي لا كهرب ولا خدمات أبو يشل الفنر بينا يشل الفنر في دينا وليولية على راسنا يولية مثل كذب مغطأ على وحرنا ونصير نتبع طريقا نتمشى ماشا الله ونفدينا ماشا الله نحن نضاوته بخلصة حرمات نتمشى لله طيبة القلوب مثل النور حتى لو ما كانت الكهرب موجودة في ذيك الأيام اللي نقول دائما والله عايش يعني أبائنا واجدادنا عندهم طيبة الكلام طيبة الفكر طيبة الدعاء حتى إذا ما يدعوا لنا ولا ترين دعاهم الحمد لله نحن 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 ن عمسة باحترام وسوالة وأول وتالية وخبرة خبرة بعد الخبرة اللي عندك مبهينة اللي يسوي حشرة يضارب وإحنا لا إحنا حاشمين عمرنا حاشمين حكومتنا حاشمين المقالي اللي يشتغل فيه ما قال لا بس ركبه كذا وسبو حشرة وسبو لي لا ومن عادة هاي لك يزيدني وهي يقول لا والله خالوا خالوا ما شاء الله عليها حلوة وزينة بالاحترام وكل شويانة مشهود لك مشهود لك لكن خالوا أمنا الحين بما نحن نتكلم عن دور المرأة في السابق وكيف كانت في حال أن المرأة فقدت زوجها راح الغوص ومارد أو أنها راح وتوفى الله فيها فاذج الأرض كيف تستقبلون هذا الخبر وكيف الحرم تكمل حياتها مع عيالها وكيف تربي عيالها كانت أكيد كان في عندكم قصص من هالأمور ربي لهم ربينا عنهم طبخنا عنهم غشبنا عنهم سوينا عنهم كل شيء عيالنا موجودين في البيت الحمد لله نسبحهم أول كحال سترى يقولوا كحال أول هذه ونقمطهم ونحطهمهم لي نسا أدالنا ونطبخ وهذا عيالنا يارسين إذن غاية ما بنزحر تسبح لهم ودي لهم داخل يوم أنك أبوهم يوم ورهنا الغداء وتغاد بينا لعيال رقدوا صغيروني الحين وين ما شاء الله الحين كلها خدامات ما شاء الحريم ما يبدو عيالهم لا لا في ناس يودون خالوا هناك ناس يودون ما شاء الله ونطبخون ونطبخون بعيالهم كانت آيشة تسألك عن موضوع العزة مثلا ومواسات الأهل الميت إذا توفى عندهم أحد هل بالفعل كانوا هم الجيران وأهل الفريج هم اللي يطبخون عنا هم اللي يقدمون له الأكل عشان ما يتعب لأنه يكون في وضع نفسي تعبان شوية أول هي سووا القهوة ما قهوة هذا توفى شرط القرحة اليوم قهوة من عندي أنا غداهم من عندي أنا زين بالاحترام بالمضاهم زين وشين هو مساكن ماتوا بعدين نحن من ما سوينا نحن ليهم سووا لينا نحن هذا الواجب سووا لينا نحن ما نقول إلي الله يحفظ أبانا ومهاتنا اللحياء منهم ويرحم الله الميتين منهم يعني هذا واجب علينا والوالدة صدقين نقولها وكذلك المشاهدين اللي يشوفون مرة الليب ومرة عليه صدقين بيشي لنساء من الدنيا ما شيء لكن الأثر الطيب والسماء الزينة هي اللي راح تدوم من بعد ممات الإنسان الحمد لله بالعالمين الحمد لله ونشكره لله يا رب الحمد لله الحمد لله الوالدة صعوبات السفر مثلا يوم يرد الريال يخبركم عن الصعوبات اللي واجهها في البحر ولا يوم يروحون تقولين يسيرون السعودية ولا يروحون الكويت في صعوبات يواجهونها مثلا هناك هي قاموا تيبهم السفارة ايه وشي أحد منهم يوغل انشاء يعني شون يأكلون هناك شلون يخلطوا المجتمع الثاني هنا لا لا هنا رعب عيالي في طيارة هي في طيائر هذا في العصر من بعد يعني في ممكن في ستينيات في ستينيات تقريبا هي ولا أحد منهم يسير ولا الله يهيته شو الوصية اللي يوصون فيها إذا جاي يسافر الآن ريال البيت شو يقول لك مثلا أنت أم العيال شو وسيك عليهم أنا مسافر هالله هالله في العيال هالله هالله بالعيال في العيال يديروا مالكم على أعماركم أنا الضرابة أنا مكان يسيروا يقول عدلين لأفريخات لا أنا الضرابة أنا سيروا مقاومة أحد ولا شيء على قلب واحد هي يسوف يمكان واحد الحدي يطلع قل لنه أنا بسي مكان فلاني أنا سير ضرب عيال حد ولا ضرابة ولا أولا تالي حدي يشتكي أنا حال ما أتكلموا يا حد وما بحد ييني قدام البيت يقولوا ألي ش ضربوا حد ولا ش أتموا حد لا أنا حال ما أحب كده أقول ليهم لحين عيال والدي يمسيروا مدارس كده أقول لهم باه حبيبي ما أصير ضربوا حد وحد ييني قدام البيت يتنازع ولا يشتكوا علينا قدام البيت أنا حال ما أتكلموا عليهم قدام الباب الله ريال والدي يش ضربونا كده كده ولا أنتم مربينا عيال لا جل لأننا ربينا عمومتكم ما هو أحد يتكلم علينا على الباب ولا حال ما أتكلموا علينا قالت عيال شي عامنا ضربين عيالي الحمد لله لك يا رب والله يبارك فيهم ومترحيهم لبركة شاء الله كبروا وعرسوا وعيال وشتغلوا لكن أمي آمنة الحين الريال لما يروح يوصي عليه للبيت الحر متوصي الريال لما يروح توصي على شيء لا ما توصي رايح من شهر سنتين يعرف روحه بس ما تلمحلة تقوله والله أبغي أبغي شيء أبغي يعني ما وصيتك تليب لي شيء بهلاني هذا من الولدي ما قلت لي بلي ما قلت لي بلي هذا زين روح يا بلي مرخينا مرخينا نعم يا بلي هي والله الحمد لله الحمد لله ما تقول بالليل حلمت شيء وخاطري يعني لمح له شيء لا يومي يقول أنا كرمتي قطعة كندور أهم شيء لها يعرس صح أهم شيء ما أهم شيء لها يعرس أهم شيء أن ريال ما يعرس عليها يعرس يعرس يعرسون ريالي معرس ما شاء الله عند أولاد ما شاء الله لتصالح عمر يعقوب اللي يطلع في التلفزيون زين الوالدة أنا ذكرت شيء الحين لازم أسألك إذا بتسمحيدي قبل شوية أنا أتكلم أنا وعايشة أما تعلق بالدخون فهي تقول لهم طريقة وكل بيت لهم رائحة معينة فأنت أكيد عندك قصص مع التاريخ خبرين عن الدخون شلون أنتوا تسوونا بالبيت الدخون الدخون نحن ما عدنا نحن أنا ما نساوي دخون ما تساوي نحن نشتري عنا ما تسمعين قبل يعني أمهات البيوت يساوي يعطر يخلو كل مهلوم يكسر يحطوه في الشمس يخلوه ييبس سحالة العود حطوه صينية صبوا عليه عطر وخلوه الشمس ييبس وبعدين وين يحطونا؟ يبس بعدين كرمتي قاموا يقصوه ووزعوه أربع أربع طفل وخ كرمت في كيسة أربع طفل وخ في كيسة أربع حباته قوطي ينحنوا عليها العنبار ينحط عليها المنس ينحط عليها الشيء كل بيت ما العنبار روحة وهنا دخون روحة لكل وحدة ولكل حرمة طريقتها والريحة اللي تحبها سموه سموه طالعب التليفزيون حلما سموه الدخون ما شاء الله مشلقات الشرقية ما مقصر الحقيقة من خلال ما تنعرض ما شاء الله الأمهات بعد متجاوبات معانا نحن ما ينعرضنا الدخون نسوينا لكن هاي تظهر التليفزيون نشوفها قبل شوي وانت جالسين خارج الاستيديو كانوا جايبين تقرير وجايبين صور بعض الأمهات يشلون يعدون هالدخل لأن بعضهم ما شاء الله عليك الواقع يسوه قوي بعضهم عندهم دخون يصنعونه وبعضهم رمستهم كلامهم مثل الدخون فأنت رمستك طيبة وكلامك إن شاء الله على العين والرأس وهالتاريخ إن شاء الله بذل الله الأجل ما ينسونا الشايبوي بالاحترام كلام يعني زي بالاحترام ما يعني ضرابة وحشرة لا كران وأحب تكلم لي بواحد بالاحترام يتكلم واحد حتى المشيخ يقول لي يكلميني أكلم بالاحترام أكيد 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 أحد يطير على أحد بالفعل وبكلمة من احترام صح هنا نعم نهلمونا ترى تجاوبين على السؤال حنا سألنانا عايشة قاعدين نرمس أول الحلقة نتكلم على سحر الكلمة قوة الكلمة طيب الكلمة مؤثر الكلمة الطيبة صح؟ صح والدتنا صح هيا 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 في وايدي في وايدي الحمد لله أبو العالم حنا كلمتنا ملون أص عند حد كلمتنا مرة زين كلمتنا مرة يعني وكي يقول لها حرمت المحترمة زينة وكلمتها ما شاء الله زين وكل شيء ربي يحبب شمي يا عمنا يعني ماذا ضرابة وهذا لا أنا معني شيء أضارب الناس ولا تكلم على الناس ما يجي من كل خير للخير والطيب ومي يا عمنا اللي بسببها من هالبنتي اللي بسببها من هالأختي لمصلحتها نعم الله يرحم الواتنا الحمد لله يطورنا الوالدة آمنة لبلوشي لشكل الشكر على تودش اليوم معنا في حديث المساء الصراحة اليوم مساء نتعطر بالكلام الجميل وتعرفنا على موروثنا وتاريخنا والناس الطيبة اللي مثلكم يا عمنا الله يخليكم بشارك الله يحبط ويحليك شارك الله يخليكم إذا نشهد الكرام من هذا المساء الراع مساء الأثنين الحقيقة تتنقل لك مواضي حلقتنا لهذا اليوم بين الترهات بين الأخبار في إموات الشارقة وفعالياتها الآن وصل وقت الختام لهذا البرنامج مستأكد قبل الختام الكاميرا عندي أم لا؟ لا الكاميرا عندي أنا معنا نحن أثنين سعي نختم زين إذا وصلنا معكم الختام وفي الخدام يطيب السلام المرتقي تجدد في حلقات الغد إلى ذاك الحين تقبلوا تحياتي أنا والزبيل عايشة وكذلك الوالدة الطيبة اللي يرمسنا معها على ما يتعلق بكثير من ذكريات التاريخ نشوفكم على خير ويومكم جميل ولياليكم أسهل مع السرابة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة